تمانية بشموندس يمكن أمير هشام زميلنا كان بيسا لكابتن سيد في لقاءه على سعد سمير إنه كان عنده بعض الشاك وكابتن حسام فضل رياحه لا سعد هي توصل لمرحلة إنه أصبح لعيب مهم جدا يعني الشوارب يورينا لأحطات التدريب عشان يبين الإضاءة يعني إضاءة عايز تقول إنها مناسبة للتدريب ماشي يعني أنا شايف إنها ضعيفة شوية ملعب فرعي للتدريب ده إنما بالتأكيد يعني إن دفاع الأهل دلوقتي لا يحتمل غياب أحد نتمنى إن سعد يكون فعلا بيرتاح ويقدر يلحق بالمبروة وبكامل اليقته لأنه مهم أصبح مهم جدا وفي نفس الوقت مش عايزين عايزين كل الأوراقته بقى مع كابتن حسام البدري عشان ما يبقاش فيه تشكيل الطراري ما يبقاش فيه حاجات هو تنبقه حسابيا يبقى كل الأوراق موجودة قدامه ويختار هو لا خاصة أنت زي ما قلت الدفينس مش مستحمل مش مستحمل لا آه يعني دوب أنت بتكلم باللي موجود هو اللي بيلعب اللي موجود هو اللي بيلعب وعندك يعني اتنين في الملعب واحد عبره ونجيب الاحتياطي ونجيب الاحتياطي حتى فيه ناس جات بس مش متأيدة متسجلتش متسجلتش آه فأعتقد أن بإذن الله يعني اللي باتكون في حالتها الكويسة آه لكن وإحنا بنتكلم يا أستاذ إبراهيم آه عملين نتكلم على الأهلي نتكلم على الأهلي نتكلم ما تيجي نشوف برضو نفكر أك إن إحنا الترجي يعني إحنا مش عايزين نتجاهل برضو إن فيه فريق تاني طب لو إنت فوز البنزرتي ما هانا لو فوز إنت حققت النتيجة اتنين اتنين أنا دلوقتي فوز البنزرتي آه حاول الفريقتي إيه آه حاول أنتوا تعادلتوا هناك آه هتبتوا تحسروا هنا هتكرروا سيناريو أكتر من مرة آه هتفرطوا في ملعابكوا أمام جماهيركوا آه أنتوا شايفين النادي الأهلي يروحوا المعنوية عاملة زي جمهوروا متفاعل قد إيه آه يعني آه قد يأخذوا من حماسنا حماس ليهم وإحنا بالعكس برضو آه إحنا خلي بالك إن كثير من التصريحات السلبية سواء في الإعلام التونسي أو في يعني مش تهاكم إنما فيه يعني لقطة كده البنزيرتي هو بيقول أبو تريك عتازل أماما بيفكره بس هو استدرك بعد كده يعني يعني عايز أقول إن الكلام ده بيشكل حوافز للمنافز طبعا وأعتقد إن النادي الأهلي أيضا سيأخذ من هذه التصريحات حوافز آه إنما البنزيرتي أنا كابتن محمد يونس شوف يوسف المدربين بيفكره إزاي آه يعني قد يرى أحد إن البنزيرتي يقول لك لو معقولة لا لي جيب تلت تجوان أنا أتحفظ دفاعيا وده يعليهم بمساحات واضغط عليه والتعادل اللي صالح لكن هو فكر طب الله طب ممكن البنزيرتي يفكر يقول لك ما أنا لو جبت جون في النادي الأهلي هخلي الليلة بقى صعبة جدا عايزين أربع تجوان آه يعني لو التراجي جاب جون عايزين نكسب فرق ثلاث تجوان فعايزين نكسب أربع تجوان فبالتأكيد لو هو بغيتنا بالهجوم حيبقى بهذا المفهوم إن أنا أنزل بسرعة أضغط النادي الأهلي أربكه وهو متوقع إن أنا هدفع ويمكن أخطف جوه أرجو أقال لي أحدث هذا